السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكيد الجميع بيسأل كم فيديو مفروض انشر على قناتي على اليوتيوب في اليوم في الاسبوع في الشهر هل هناك توقيتات معينة لنشر الفيديوهات عشان ازود مشاهدات قناتي وحقق ساعات المشاهدة الفيديو ده انا هتديك نصيحة ابدأ قبل ما وريك انا اسف قبل ما وريك بيان عملي على القناة اللي قدام حضرتك دي ما تقارنش قناتك بقنوات الاخرين احصاءات قناتك اكيد مختلفة عن احصاءات قنوات الاخرين احصاءات الجمهور اللي موجودة قدام حضرتك على القناة اللي موجودة قدامك دي دي مرتبطة بالقناة اللي انا بعرض لك فيها توقيتات وجود جمهور يوتيوب على يوتيوب امتى خلال اخر 28 يوم الامر ده بيختلف من قناة الى اخرى بيختلف من قناة الى اخرى عشان كده انا هعرفك ان انت لابد ان كل قناة لها احصاءات معينة خاصة بها الامر بيتعلق بكل قناة منفردة عن الاخرى معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان حضرتك انت اضرب احصاءات قناتك بتقول ايه؟ انت كمكتدق على اليوتيوب مفيش مانع ان انت كل يوم فيديو اتنين وثلاثة عشان ترفع رانك القناة عشان تزود مشاهدات عشان تزود ساعات المشاهدة انت كقناة مبتدئة او كقناة صغيرة لابد ان انت تكتهد في البداية وكمان لابد ان انت تشوف احصاءات قناتك بتقول ايه؟ ايه المانع ان انت ترفع فيديو كل يوم؟ او فيديوهين كل يوم؟ او ثلاث فيديوهات كل يوم؟ عشان تزود مشاهداتك عشان تزود ساعات المشاهدة تعال شوفوا القناة دي ايه اللي حصل وزادت المشاهدات ازاي؟ على الرغم ان الاغلبية بيقول فيه نقص مشاهدات وقلة مشاهدات تعان شوفوا ايه اللي حصل هنا اتناشر تلتمية وتلاتين مشاهدة في اليوم تلاتة وعشرين ربعمية اتنين واربين بص حضرتك الكرفي طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل تمام هنا خمسمية تسعة وتمانين مشاهدة في يوم السبت سبع يناير عشرين تلاتة وعشرين طيب يلا بينا كده نشوف التاج اللي بعتهن يوتيوب هنا كده بقول احسنت زاد عدد مشاهدات قناتك بنسبة اتنين واربعين في المائة لانك نشرت المزيد من الفيديوهات وحققت مشاهدات لكل فيديو اكثر من ذي قبل تمام يبقى زيادة المشاهدات مرتبطة تمام على حسب القناة مرتبطة بايه مرتبطة بزيادة نشر الفيديوهات وتحقيق الفيديوهات دي كمان ايه في نفس الوقت ايه لمشاهدات تمام تعالى الاطلاع على التفاصيل ونضغط على الاطلاع على التفاصيل نشوفه اليوتيوب عايز يقول ايه تمام يا شباب احسنت زاد عدد مشاهدات قناتك بنسبة اتنين واربعين في المائة لانك نشرت المزيد من الفيديوهات وحققت مشاهدات لكل فيديو اكثر من ذي قبل يعني نشرت فيديوهات اكثر كمان المشاهدات على الفيديوهات نفسها حققت مشاهدات اكثر من ذي قبل تمام الامر مرتبط بزيادة النشر للفيديوهات ومرتبط بزيادة المشاهدات لكل فيديو مقارنة بايه بالفيديوهات السابقة اكيد في انت عملت سيو اكيد تعلمت من الاخطاء كلام ده كله وارد تمام التحليل خلال اخر اسبوع ادى نشر فيديوهات اضافية الى جذب المزيد بين المشاهدين الى قناتك تمام وفي المتوسط زاد عدد مشاهدات لكل فيديو في قناتك اكثر من ذي قبل يتميز موضوع هذه الفيديوهات او تنسيقها بعامل خاص يجذب جمهورك هو هنا هي هنا بقى ايه الزتونة هو قالك ان الفيديوهات اللي انت رفعتها دي نشرت زيادة في نفس الوقت كل فيديو حقق مشاهدات اكثر من ذي قبل من قبل كده تمام قالك ان الفيديوهات دي اكيد تميزت موضوعاتها تمام او تنسيقها بعامل خاص يجذب جمهورك تمام والهنى تغير متوسط عدد المشاهدات اليومية على قناتك من حوالي 380 دا المتوسط الى 540 احنا قلنا ان احنا وصلنا لحوالي 971 مشاهدة على القناة دي في 15 يناير طيب نيجي نشوف عايز يقول اليوتيوب حققت فيديوهاتك في المتوسط زيادة بنسبة 70% في عدد المشاهدات مقارنة بوقت سابق يبقى هنا موضوعات الفيديو نفسها ادت الى زيادة عدد المشاهدات على الفيديوهات مقارنة بالفيديوهات السابقة اضافة الى زيادة عدد المشاهدات على القناة بنسبة 42% لنتيجة نشر المزيد من الفيديوهات الفيديوهات الاحدث الاكثر نجاحا على قناتك تخيلوا ان 3 فيديوهات اللي رفعوا رنك القناة وزودوا المشاهدات بنسبة 42% على القناة وحققوا نسبة زيادة 70% متوسط 70% في عدد المشاهدات بالمقارنة بالوقت السابق التلاتة شورتس لكن التلاتة مواضيع وتنسيق جذبت جمهور اليوتيوب خد بالك وركز في الكلام اللي انا بقول ده انا كده قلتلك اليوتيوب كله عايز ايه من ايه تو زيت زي ما بنقول حرفيا اليوتيوب بيقولك ان زيادة نشر الفيديوهات بالطبع يؤدي الى المزيد من عدد المشاهدات على قناتك ولو الموضوعات الفيديوهات دي او تنسيقها تميزت وجذبت جمهور اليوتيوب اكيد هتحقق مشاهدات على الفيديوهات نفسها يبقى انت ضربت عصفرين بحجر حققت متوسط زيادة في عدد المشاهدات على الفيديوهات وحققت عدد مشاهدات زيادة في قناتك بنشر المزيد من الفيديوهات انا عايز اوضح لكم حاجة مفيش حاجة في الوقت اللي انت بتبني في قناتك وبتبني قعدة جماهرية فيش حاجة اسمها ان انت ترتبط بتوقيت معين لا كل ما عليك ان انت اكيد احنا كبصريين او عرب التوقيتات اللي هي من بعد الساعة اتنين تلاتة فجرا الى الساعة ستة سبعة تمانية صباحا دي بيبقى فيها يعني عدد قليل جدا موجود باقي اليوم ممكن تنشر فيديو اتنين تلاتة يعني هتروح على احصاءات الجمهور بتوقيتات وجود المشاهدين على يوتيوب اخر 28 يوم هتروح لها امتى لو انت هترفع يعني فيديو عرض اول او هتعمل بث مباشر اكيد هت هنا عشان تقدر تجذب اكبر عدد من المشاهدين اتمنى شباب ان انا اكون كده وضحت لكم معلومة مهمة انشر فيديوهات انشر المزيد من الفيديوهات بلاش تتايد بص يشوف احصاءات قناتك بتقول ايه كل واحد اضرب قناته ممكن تكون انت مش قادر تعمل حاجة في القناة لكن جاهد واكتهد وما تقارنش قناتك بقناوات الاخرين لو قارنت قناتك بقناوات الاخرين انا بقولك من دلوقتي اقفلها لان انت هتنجح ان شاء الله باذن الله هتنجح لكن لو حطيت مقارنة بقناتك بقناوات الاخرين يبقى انت هتفضل محلك سر تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته